أفريكان كراوند إيغل النسر المتوج الإفريقي ملك السماء القاسي يعد النسر المتوج الإفريقي أو نسر ستيفانوس من أرواع وأقوى أنواع النسور في العالم يتميز بحجمه الضخم وريشه البني الداكني مع قمة مزدوجة سوداء مميزة مما يضفي عليه مظهرا ملكيا مهيبا يعرف بقدرته على التحليق السريع والمندفع في السهول والغابات المفتوحة في مناطق جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا حيث يمكنه استياد طرائد أكبر منه بكثير مثل القرود والضباء الصغيرة يعتبر النسر المتوج الإفريقي رمزا للقوة والحرية والرحانية في العديد من الثقافات الأفريقية التقليدية يظهر في الأساطير والحكايات الشعبية ويستخدم أحيانا في الطقوس الدينية كرمز للحماية والسلطة يعيش النسر المتوج الإفريقي ما بين ثلاثون وأربعون سنة في البرية يتكاثر هذا الطائر بين شهري فبراير ومايو حيث تضع الأنثى بيضة أو اثنتين يشارك كل الوالدين في حضانة البيض ورعاية الصغار حتى تتعلم الطيران والصيد بمفردها يواجه النسر المتوج الإفريقي بعض المخاطر مثل فقدان الموائل والصيد الجائر والتسمم بمبيدات الآفات تبذل جهود كبيرة من قبل المنظمات البيئية والحكومات المحلية لإعادة تأهيل النسور المتوجة الإفريقية المصابة وإطلاقها في البرية بفضل الجهود الحثيثة لحمايته بدأ عدد النسر المتوج الإفريقي بالاستقرار بعد انخفاضه المقلق في العقود الماضية ومع استمرار العمل الجاد والحفاظ على الموائل الطبيعية يمكن ضمان بقاء هذا الطائر الجبار والمبهر لأجيال قادمة